وينضم إلينا من عمانة دكتور زيدة نويسة المحللة السياسية دكتور زيدة هناك الآن شبه إجماع بأن الحراك الحالي في الشرع الأردني مختلف بالتأكيد عن أي تحركات سابقة ولكن كيف وجدت وتبعت استقالة الملقي وأيضا كيف ستساهم هذه الاستقالة في ربما وقف الاحتقان في الشرع الأردني مساء الخير لم يكن هناك من مخرج عاجل إلا رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي وتشكيل أو تكليف شخصية جديدة بتشكيل هذه الحكومة حتى نبدأ في مرحلة تبريد هذا الحراك الشعبي غير المسبوق والمصر على مطالبه وعنوانها الرئيسي بطبيعة الحال إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وسحب قانون ضريبة الدخل الإشكالي بالإضافة إلى بعض القوانين التي تتعلق بالموظفين والجرائم الإلكترونية مبدئيا الذراع السياسي لهذه الاحتجاجات وهو النقابات المهنية في الأردن أعلنت أنها مصممة على الإضراب المنوي عقده بعد ظهر يوم الأربعاء أي بعد غد تقريبا لأنها تريد تغييرا للنهج ولا تغييرا للأشخاص الشخصية التي كلفت اليوم بتشكيل الحكومة الدكتور عمر الرزاز هو خبير دولي في التنمية الاقتصادية وسبق أن عمل مديرا لمكتب البنك الدولي في واشنطن وفي بيروت وتم إحضاره للأردن قبل عشر سنوات لتولي بعض المواقع الاقتصادية مؤسسة الضمار الاجتماعي والدار الاقتصادية في الدوان الملكي نعم بحسب متابعتك للشأن الأردني وكل ما يهم الشعب الأردني من خلال عملك كيف تبعت ردود الأفعال على اختيار الدكتور عمر الرزاز يعني الدكتور الرزاز لم يرتبط اسمه بأي شبهة من شبهات الفساد هو شخص من الداعمين للمجتمع المدني وشخص ديمقراطي وإصلاحي ولكن هناك توجس من كونه كان مديرا في البنك الدولي الأردنيين لديهم تجربة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هناك التباس في كل الشخصيات التي تتولى مواقع عامة في الدولة الأردنية ولديها خلفية العمل في هذه المؤسسات الدولية حتى اللحظة لم يصدر موقف واضح من الاحتجاجات الشعبية ولكن بالتأكيد الناس تنتظر برنامج الدكتور الرزاز والأهم التشكيلة الحكومية لا أعتقد أن الشارع المحتج سيقبل بعودة الفريق الاقتصادي الذي يعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ومجموعة الوزراء الاقتصاديين هم عنوان للأزمة التي دخلت فيها البلد خلال الأسبوع الحالي وبالتالي ننتظر برنامج الرئيس المكلف الفريق الوزاري يجب أن يكون من شخصيات ذات مصداقية وذات حضور اجتماعي ووطني كبير وبالتالي لا بد من الحوار مع مؤسسة النقابات المهنية والقوى الاجتماعية والأحزاب والفعاليات الشعبية التي تحتشد اليوم في عمان ربما يكون اليوم أيضا احتشاد كبير في عمان أمام الدوار الرابع وفي معظم مناطق المملكة ولكن بانتظار ما سيقول له حديث الملك عبدالله الثاني الذي سيجتمع ربما في هذه اللحظات مع مجموعة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير لوضعهم في تصور الدولة الأردنية لما يجري نعم دكتور زيد النويس المحلل السياسي كنت معنا من عمان شكرا على هذه التفاصيل